سلم المحقق العدلي القدي فادي صوان محكمة التمييز ملف تحقيقات انفجار المرفأ كاملاً والأخيرة بدأت بدراسته وكانت المحكمة برئاسة القدي جمال الحجار أرسلت إلى صوان كتاباً تأكدياً للحصول على ملف التحقيقات بعد تمنوعه عن تزويدها بالملف وفي هذا الإطار قدرت مصادر قانونية عبر الـ OTV بأن تحفظ الرئيس فادي صوان عن إرسال كامل ملف التحقيقات إلى محكمة التمييز قد يعود إلى تقايده بسرية التحقيق وهي القاعدة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تمنع تسريب أو الإفشاء عن أي مستند أو معلومة تتصل بالتحقيقات التي يتعين أن تبقى سرية لحين صدور القرار الظني حيث دحال على المجلس العدلي أما رجوع صوان عن تحفظه وإرساله كامل للملف أمام إصرار محكمة التمييز على طلبها فيعود إلى تغريبه موجب الالتزام بتنفيذ قرار قضائي على موجب التقايد بسرية التحقيقات بصورة مطلقة أما بالنسبة إلى المهال الزمنية فأبدت المصادر القانونية خشيتها من أن وضع كامل الملف المتصل بالتحقيقات أمام محكمة التمييز وفي ضوء عدم وجود مهلة محددة لها للبد بطلب نقل الدعوة أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التأخير في حسم طلب النقل مع ما يرتبه ذلك من أثار على اندفاعة التحقيق وأن كان القانون لا يوجب على قاد التحقيق العدلي أن يتوقف عن سير بالتحقيقات لحين الفصل بطلب النقل ونبهت المصادر القانونية عبر الأوتيفي من أن تسجل السياس هدفا في ملعب القضاء في الجولة الراهنة إلى ذلك أصدر المكتب الأعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب بيانا جاء فيه أنه صدرت تفسيرات لكلام الرئيس دياب في شأن تقدير كميات المواد التي انفجرت من نترات الأمونيوم موضحا أن الرئيس دياب استند في كلامه إلى معطاية غير رسمية منسوبة إلى الـ FBI ولم يطلق تقريرا رسميا في هذا الخصوص من الجهة المذكورة